يا صباح الفل كيف حالكم عامليني يا رب تكونوا بخير؟ دعوني ناخد رسالة النهاردة دكتور بعد إذنك أنا عصبية جدا وللأسف ما عدتش بقدر أتحكم في نفسي لدرجة إنه لما أتعصب بضرب وبكسر أي حاجة في وشي وآخر مرة للأسف أمي علت صوتها عليها وضربتني عشان دافع عن نفسي ما ديت إيدي عليها وما قدرتش أتحكم في نفسي هل كده في خطر عليها ولازم أجي أجي إلى دكتور نفسي؟ ولا أقدر أساعد نفسي؟ يعني أنا الحياة مش عارف حضرتك من أي فئة عمرية مش عارف صاحبة الرسالة سنها قد إيه؟ ولكن العصبية عموما مش مرض العصبية لوحدها هي شعور إنساني طبيعي بيجي لنا كلنا بدرجات ولكن هناك فرق كبير ما بين مشاعر الغضب وما بين أفعال الغضب مشاعر الغضب ده شعور الداخلي حاجة بتنرفزني حاجة بتضيقني حاجة بتستفزني بتصير حفظتي هي مش مرتاحة بأي شكل من أشكال حقي تماما إن أغضب لو حد جي علي أو ضغط علي أو أخذ حق من حقوقي حقي إنها تقصر ولكن مش من حقي إن أتعدى على حوالي بعصبيتي أو بغضبي يعني الناس اللي بتقول أصلا أنا شخص عصبي بس أنا إنسان طيب جدا أصلا أنا شخص عصبي بتعصب بسرعة وبهدى بسرعة لا فإن أنت شخص عصبي فإنت محتاج تعالج اللجواك لو إنت عندك مشكلة مع العصبية فإن تحتاج لعلاج ووجود علامات خطر هو زي ما حاجة لسه إلي كده فقدان السيطرة يعني أنا بفقد سيطرتي على الأشياء أو مش بعرف أتعامل مع نفسي أو مش عارف أوقف اللحظة اللي أنا فيها من رد فعلي المؤذي فده إذاء للآخرين وإذاء ليا فأنا محتاجة أخد خطوة للعلاج ده أكيد لأن الموضوع بدأ يتفاقم ويخرج عن السيطرة ولو لسه مش قادر على الخطوة دي أو معنيش الإمكانية نأخد خطوة العلاج فمحتاجة شوية خطوات تساعدني للتعامل مع هذا الغضب أولا إدراك ما بداخلية التفريق اللي قلناها في الأول إن يفرع ما بين الشعور وما بين الفعل إن بقى من الأفكار اللي بتجيلي لأن الموارد مع العصبية بتجيلينا أفكار مغلوطة كتير إن الناس دي سيئة أو الناس دي عايزة تئزيني أو الناس دي يعني بتقصدني أنا بالذات أو بتترصدلي أو كذا وقد يكون الموضوع مالوش علاقة بها خالص أو أنا بريفل الموضوع لنفسي وأنا مش طرف في القصة خالص ده الشخص هو بينه وبين نفسه أو إن يفهم الأمر غلط وده محتاج مني إعادة هيكلة إعادة التفكير يعني طريق التفكير المينسات اللي أنا بفكر بيها محتاجة مني تغيير سواء كنت شخص متوتر أو شخص بيركز بالتفاصيل أو شخص بيجي على نفسه دي كلها حاجات محتاج رجعها مع نفسي لأنها مسؤوليتي ثانيا تجنب المثيرات يعني عارف إن في حاجات معينة بتوصلني للقمة العصبية عارف مثلا وقت اللي بكون رجع فيه من شغلي مثلا ده بكون الوقت اللي بكون فيه مستعد للخناء أو الوقت اللي أنا بكون مش واكل كويس أو مش نايم كويس فأنا عصبتي بتكون أزيد فمحتاج أتجنب المثيرات وأتعامل معها ثالثا مش لازم أروح عن دل حتة البيخ أوقف عندها مثلا عارف إن التعامل مع الشخص الفلاني مزعج أو متعب أو فيه مشكلة بالنسبالي فمحتاج استعداد معين يعني أغير شكل العلاقة وغير المساحة اللي بتضغطني باستمرار أو أتجنب المثيرات اللي يمكن تجنبها يعني زي من بيعلمونا تمرين كده في المدرسة أنك تعد من واحد لعشرة أو بما تدي أي رد فعل أو بما تدي رد أو تدي قرار بحتاج تفكر الأول كذلك في العصبية مش بحتاج أكتر من 30 ثانية 30 ثانية دول أسأل نفسي إيه الشعور اللي جواية أنا ليه متعصب أنا ليه غطبان هلأ إن أنا حاسس بالدونية حاسس إن لو قدامي مش شايفني حاسس إنها مش مسموع يعني إيه الشعور اللي جواية اللي محركني لهذه العصبية وافهم هي جات لي منين الأفكار المسيطرة الناس دي مثلاً مستقلبية الناس دي مش شايفاني كفاية أو أو يعني أشوف الفكرة وراء الموضوع ثالثاً أسأل نفسي أنا محتاج إيه في اللحظة الحالية يخليني حس أحسن والبروزس دي كلها مع التدريب ما بتاخدش أكتر من نص دي فممكن بعد شوية أبقى قادر أسيطر على عصبيتي وعلى غضبي لو فهمت اللي بحصل جواية أخيراً بقى وسائل الوقاية الطبيعية تقليل السكالات اللي باخدها تقليل الكافيين اللي باخده عدد ساعات نومي النمط الصح في يومي عدد الطريقة اللي أنا بتعامل بيها أثناء اليوم يا طريقة بنفس فيها أو بطلع بيها مشاعري السلبية كل ده بيفرق جداً جداً في الوقاية من العصبية ومن الغضب قصة كلها مش محتاجة مني أكتر من شوية وعي وشوية إدراك أبقى فاهم نفسي وأعرف أتعامل معاها ومدرك إن فيه مساحة ليا فيه حدود فيه خطوط حمرة منفعش أن أتخطاها حتى لو أنا غضبان ومتعصب دي مش مسؤولية اللي قدامي ومش شيلتهم دي شيلتي أشيلها أنا يعني محدش مسؤولة عن عصبيتي حتى الناس اللي بتسمحني وبتتعامل معايا كويس هما مش مسؤولين عن كمية الغضب أو الطوب اللي بحدفوا عليهم فأنا محتاج أحتوي اللي جوا عشان أعرف أتخطى أرجوكم صباحكم زي الفل ويومكم عظيم إن شاء الله خالي من العصبي ومن الغضب